السلام عليكم الحقيقة أنا راح أبدي من نهاية سؤالك أستاذ ريمة ذكرت في شيء جيد بأنه في نهاية السؤال قلت الموارد موجودة الطاقات العاملة موجودة الخبراء موجودين إرادة مثل ما نتوقع موجودة إذن ما هو سبب لعدم حل هذا الملف هذا السؤال يتساءل به كل عراقي الحقيقة المواطن العراقي ما لا علاقة لا بالغاز الإيراني ولا بالصيانة ولا بالكهرباء أغلب العراقيين صاروا خبراء صاروا مهندسين كهرباء من قبل ما يوميا قال الغاز وحشة الصيانة المواطن العراقي ما لا علاقة يريد وأبو المولدة يريد أنها وزارة نسميها وزارة المولدات فالشغلة شنو استاذة يعني إحنا العراقي تعب يعني إحنا بدأت صيف معالي وزير الكهرباء قبل ثلاثة أشهر أو أقل من ثلاثة أشهر قال راح يكون هذا الصيف من أفضل المواسم وإحنا كذلك خلال لقاعاتنا اعتمدنا على تصريح معالي الوزير وأكو كان على الأرض شغل وكانت الصيانات بدأت من وقت والتخصيصات المالية كذلك اتفاجأنا بس زادت درجة الحرارة اليوم درجة الحرارة 44 حقيقة من نتوقع أنه من المتوقع أن توصل إلى الخمسين بدأت السيناريو المزعج اللي يتكرر كل صيف كنا نتوقع أنه هذا الصيف راح يختلف صحيح الأيام القادمة راح تشهد دخول طاقات جديدة ومن المتوقع أن تصل للطاقات يعني مثل ما قال الأستاذ أحمد موسي أنه توصل إلى 24 أو 25 وهذه أمنية بشرط توفر الغاز الإيراني العراق الحقيقة وقع ضحية المن ضحية للتناحر أو بين أمريكا وإيران بخصوص العقوبات يعني العراق ده يحول العراق اللي على يد يسويه ده يحول التخصيصات مال الغاز الإيراني يحولها إلى TBI TBI ما يقدر يوصلها إلى الجهة المصدرة الجانب الإيراني طبعا اعتياد يعني يعني يعقل عقد والعقد الشريعة المتعاقدين أنه يطيق غاز وهذا الغاز عبر أنابيب راح يكون أفضل من الغاز المستورد عن طريق السفن وأرخص والجودة مالتع كلش ملائمة للمحطات الغازية العراقية علما أنه استخلاص الغاز العراقي طبعا يكلف أكثر بس شنو يحقق لك أمان ما يكون قطاع يعني أمان الطاقة ترى مهم جدا بقدر توفير الطاقة أنا من أمن على الطاقة راح أمن على القرار السياسي على القرار الاقتصادي من يكون عندي أمان طاقة أمان الطاقة شيء مهم جدا فلذلك استغلال مكامل الغاز الطبيعية في حق العكاز وفي حقول أخرى وكذلك استغلال الغاز المصاحب من الحقول وطبعا كانت أكو غلطة كبيرة في العقود السابقة قبل الثالثة الثانية الأولى والثانية والثالثة بعد الرابعة أكو صار تحسن أنه ما كان بالعقد شرط أو فتفقر أنه استغلال الغاز المصاحب هسا بالعقود الجديدة التي وقعها دولة رئيس الوزراء الحقيقة مع شركة جنرال الكترك وشركة سيمينز كذلك ونحن نتفاعل خير به بس كل هذا الحقيقة يعني من يسمع المواطن العراقي يقول أنا ما علاقة بسيمينز ما علاقة جنرال الكترك أنا أريد كهرباء أنا أريد كهرباء مصر قرار سياسي كبير من قبل رئيس الجمهورية قد صلاحيات متكاملة ليش احنا بالنسبة من ندخل الموضوع بشي سياسي يعني ليش نقول النظام الرئاسي بالنسبة لي أفضل من النظام البرلماني ليش بعيدا عن هذا قرار واحد من رئيس الجمهورية المصرية بعيدا عن هالموضوع قرار سياسي من رئيس الجمهورية المصرية السيسي وفر المصر 14500 مياجا حلت كل مشاكل مصر خلال سنتين ونصف. وحدة القرار. ومصر هسرت تزود جزء من السودان بالكهرباء. وحدة القرار. بعيدا عن موضوع السياسة. أنا ما رح أجي على السياسة. لأنه كل يوم عنا منشاة سياسة مليلة. وبعرف أنه كل المواضيع مرتبطة سياسيا. لكن أنا رح أجي على نقطة من البداية. المواطن فعلا لا يفهم بلغة الميجا والقيجا والواط وما بعرف شو. بده عدد ساعات. كم ساعة بتجهزني فيها. طيب ملف الطاقة في العراق. أو ملف الغاز في العراق. لهذه الدرجة معقدة. أنت سألت سؤال ببداية حديثك. أنه الحلول مطروحة والمشكلات مشخصة. لكن ما في أي توجه لتحسين هذا الواقع. والموارد موجودة. لهذه الدرجة المشكلة معقدة. يعني سيد علي البكري. ما الذي نحتاجه؟ هل نحتاج لأن يتحرر العراق من إرادات معينة. أنا لا أريد أن أذكر بالتحديد. أم بحاجة إلى إرادة فعلية. وانت ذكرت موضوع أنه الشركات وعقود وإبرام عقود دائما نسمع عنها. لكن لا نرى أي نتائج لهذه العقود مع احتراماً. يعني احتراماً لكل الجهود المبذولة. نعم. نعم. دولة رئيس الوزراء الحقيقة عند إرادة صادقة وإرادة كبيرة لحل هذا الملف. بس مع الأسف ما خلفته السنوات السابقة العشرين من 2003 لحد الآن من عوائق كبيرة ومن مطبات كبيرة ومن شبكة مهترئة بالكهرباء وكانت الحلول سابقاً كلها حلول ترقيعية. يعني ماكو حلول جذرية. حالياً أكو بداية للحلول الجذرية الحقيقة. والدليل على أنه أكو ناس يعني شلون يضعون العصار في الدوالي هستطيش مثالهم. طيب. المثال الأول أستاذ ريمة المثال الأول هو مبادرة البنك للمركز العراقي لمنح قروض طبعاً واحد تريليون دينار عراقي منح قروض لكل مواطن عراقي ينصب منظومة طاقة شمسية في المنزل. هذا طبعاً صدر القرار وانتهت طيب. بس جبي لي واحد طبق. ليش؟ هناك من وضع العصار بالدول. هاي كانت تتوفر أفضل من المولدات مع المناطق. كانت تتوفر على أقل 15% من الطاقة الكهربائية. يعني من تنقطع الكهرباء أكو بديل. هاي وحدة. ثاني شيء منظومات الطاقة مجامع الطاقة الشمسية اللي شركة توتال وشركة مصدر وشركة قوار شاينة 7500 ميجا. شو ما دا نسمع بأي ذه؟ أكو واحد عراقي سمع هسه. أكو جهة بلشت أو خصصة والأرض 7500 ميجا اتعادل الغاز الإيراني مرتيا. إذا مره ونصفه ما فوق. إذن الطاقة العراق من أفضل دول العالم بالطاقة الشمسية. يعني عندك كثافة شراء الشمس الساق وهي مفارقة كبيرة. سنبقى نسأل لماذا يخاف المواطن أو يحسب المواطن سيد علي وقتي لما عاد يسمعي. أنا أردح الملف وعدي أدوات هاي الأدوات لماذا لا أستغلها؟ لماذا لا أستغل الطاقة الشمسية؟ لماذا فقط أسمع؟ فقط أخبار. سنتين نسمع بالمجمع 7500 ميجا ولحد الأراضي لا أخصصيها هذا يعني إرادة شخصي يريد لهذا الملف؟ على كل حال الأسئلة تطول في هذا الملف ويبقى العراق أو العراقي يتخوف من فصل الصيف ويحسب له ألف حساب نتيجة لغياب التيار الكهربائي سيكون لنا وقفات أخرى في هذا المنشت أهل الخبير في مجال الطاقة علي البكري كنت ضيفي من بغداد ينضم معي المتحدث باسم الأنواء الجوية ترجمة نانسي قنقر